اهلا وسهلا فيكم جميعا في درس جديد من دروس فريق الهنسة التعليمية معكم اشرف المدهون اليوم ان شاء الله راح اشرح لكم كيف ممكن تسجل في موقع علي اكس بريس للشراء مع الانترنت الان الخطوة الاولى هي انك تتوجه للموقع تكتب ali ali express.com راح تفتح عندك صفحة الموقع هاي تروح على اليمين طبعا هنا في عندك خيار نكبر الصورة في عندك خيار انك تغير اللغة والعملة تبعة الموقع وتختار الدولة طبعا احنا الدولة عندنا فلسطينة واللغة اللي عنا اللي هي العربية بنسيب العملة على الدولار الان للي ساكنين في فلسطين في مشكلة اللي هي ان الموقع ممكن ما يبعث الاقراض على هاد العنوان لانه بالنسبة لهم بالبالستاين ما كان فيه سراعات وهيك فبنختار الاسرائيل نفس الحاجة نحط اللغة العربية طبعا هما لانه بيعترفوا بدولة الاحتلال ما بيعترفوش فينا المهم اللغة العربية بالعملة نخليها دولار بنعمل حفظ الان لو هنا اجينا على الحساب بنعمل انضام وهنا بنحط عنوان بريدنا الالكتروني وبتحط الباسور اللي بدك اياها تعمل انشاء حسابي او ممكن تسجل الدخول عبر الفيسبوك جوجل تويتر او انستجرام لو عندك حساب عليهم لكن خلينا نسجل بالايميل افضل انشاء حسابي هيك بيكون عملنا حساب وصار عندنا قسائم شرائية الخطوة اللي وراها الان ممكن تحصل على القسائم الان بس طبعا لها شروط هنحكي فيها بعدين هيك احنا صار عندنا حساب في الموقع الفيديو الجاي راح نحكي كيف ممكن ابحث عن منتج عشان اشتري عبر الانترنت لكن خلي هالفيديو قصير هناك فقط شرحنا كيف تعمل الحساب فقط عليك تحط ايميل وباسورد طبعا لو رحت على ايميلك راح يكون واصلك ايميل من شركة علي اكس بريس وراح يكون فيها الاميل زي ترحيب وشوية تفاصيل تانية هذا كان كل شيء يعطيكم العافية نشوفوا في الفيديو الجاي عن كيفية البحث عن منتج قبل شرعه طيب خلينا سريعا نحكي كيف ممكن ابحث عن منتج عشان اشتري عبر علي اكس بريس وكيف اتأكد ان البياع مش نصاب واحصل على ارخص سير الان بكل بساطة بتروح على خانة البحث اللي فوق لو افترضنا اننا بدا بحث عن ساعة صور رياضي اسمه مي باند طبعا ممكن تكتب اسم المنتج باللغة العربية او الانجليزية فيه منتج اسمه مي باند فور هو عبارة عن سوار رياضي زي ما انتشايفين فيه منتجات كتير يعني نتائج البحث بيطلع عندي عرد مهول من النتائج زي ما انتشايفين هنا فيه عندنا ستين صفحة في كل صفحة تقريبا عشرين او ثلاثين منتج مرتبطين بالبحث تبعي طيب كيف انا بدي احدد هال المنتج هال المناسب الي ولا لا بكل بساطة لازم استخدم حاجة اسمها فالاتر البحث الان هنا ترتيب المنتجات حسب افضل الطابق عرد الطلبات ولا الاحدث ولا السعر لو طبعا زغرنا راح يظهر طيب الان الخيارات الموجودة هنا كتيرة هنا لو بدك تختار سعر معين يعني انت في بالك تدفع مثلا ما بين عشرة دولار وثلاثين دولار راح يظهر لقفة المنتجات السعرها بين عشرة دولار وثلاثين دولار الان نيجي نحكي عن النقاط الثانية اللي هي الشحن المجاني لنجوم والامور هاي طبعا في هنا لو انت عندك كوبونات هنحكي في موضوع الكوبونات في فيديو منفصل بتفعله من هنا عشان يظهر لك فقط المنتجات اللي فيها كوبونات طبعا لازم تختار شحن مجاني وتختار اربع نجوم او اكثر تقييم تبع المنتج بحيث ما يظهر لك منتجات تقييم هواطي الان كونك اخترت شحن مجاني واربع نجوم او اكثر خلينا نلغي خانة السعر مش كتير ضرورية في حالتنا الان انا برتب المنتجات حسب عدد الطلبات اي منتج بيكون شحن مجاني وتقييم اربع نجوم او اكثر وعدد الطلبات اللي عليه كبير جدا هذا معناه انه هذا المنتج غالبا مش هيكون فيه نصب وحيكون منتج جودته عالية لانه فيه ناس كتير اشتراته لان نشوف المنتجات هاي زي ما نشايفين هاي السوار مي باند فور مية وسبعة واربعين الف شخص قاموا بشراءه وتقييمه اربعة واربعين تسعة ووفر شحن مجاني لو نزلنا على تحته نفس الحاجة مية وسبعة واربعين الف اشتروه تقييمه اربعة واربعين تسعة وشحنه مجاني طبعا هتلاحظوا فيه علامة 11-11 هاي العلامة عبارة عن فلتر النتائج حسب مين من المنتجات هاي حيوفر خصم يوم 11-11 كونه يوم من ايام السنة المهمة عند الصينيين بيعملوا فيه عروض تخفيضات طبعا حسب شو العرض المتوفر راح يظهر عندك خانة مختلفة كل شهر هاي الخانة اللي اضغط عليها راح يظهر لك فقط المنتجات اللي مشتركة في عروض 11-11 طبعا لو لاحظته هاد المنتج مش مشترك فاول ما اضغط هنا راح يتفلتر ويخطفي تماما ويصير هاد المنتج هو هو النتيجة تبحث لو ركزنا شوية زي ما انت شايفين صار هاد هو النتيجة تبحث ويوفر خصم يوم 11-11 بدل 24$ و 21$ طبعا احنا معنين بالخصم فممكن نفاعل هاد الخيار الان بس هذا بيعني انك لازم يوم 11-11 تشتري المنتج لو افترض اننا نشتري 11-11 بنشتري حاليا فبنختار هنا هيك رتبنا حسب الطلبات طبعا انا بفضل انه انت تشتري من اول خمس منتجات في الخانة هاي كونهم من اكثر مبيعا يعني هاي خامس واحد عشرين الف مبيعا صعب يكون عشرين الف شخص اشتروا واخطأوا الحكم على المنتج هاي نقطة ثانية النقطة الثالثة اللي هي اسم الشخص او اسم الشركة اللي بتبيع انا عندنا هونج كونج يعني اسم متجر صيني ففي النهاية كون عدد المبيعات يتخطر عشر تلاف مبيعا معناها المنتج جودته عالية لو في منتج انت شفته متحير تشتري ولا لا تواصل معايا عشان اشوف لك اياه منيح ولا لا طبعا لو انت معني بالسعر كتير ممكن يترتبهم كمان حسب السعر لو رتبهم حسب السعر زي ما انت شايفين بيجيب لك ارخص اشي اول اشي بس تلعك من مبيعات ما عشر مبيعا فقط فبالتالي ما بنصح في هذا الموضوع بتاتا يفضل حسب عدد الطلبات واذا انت معني في السعر تنزل نزول يدوي يتظلك تنزل لحد ما تشوف سعر رخيص طبعا معظم الناس اللي بايع فوق العشرة الاف مبيعا صعب تنزل في سعرها لانه جودة المنتج تباعتها بتكون عالية فبالتالي ها مش ربح قليل هذا كل اشي بالنسبة لكيف تبحث عن منتج قبل عملية الشراء طبعا ممكن تبحث بلغة العربية او لغة انجليزية في منتجات كثير او ممكن تتصفح حسب فئات المنتجات لو انت مش عارف شو بدك تشتري يعني معك فلوس وحابب تشتري حاجات بتيجي هنا تختار شو الفئة اللي بدك اياها الكترونيات مثلا فبيضطر لك هنا منتجات الكترونية كثيرة ممكن تختار منها طبعا عشان ابحث عن ميبان ظهر لي اول منتج اللي هو 10 رضا اللي هي تبعات ساعة الميباند هنا طبعا زي ما انت شايفين هاي منتجات الكترونية كثيرة طبعا هاي عدد المبيعات واضح هنا زي ما حكتلكو يفضل فوق العشر تلاف مبيعة ان كان ولا بد فوق الالف لو ما تمكنت انك تعثر على عنصر فوق العشر تلاف مبيعة هذا كان كل اشي لو عندك اي سفسار ممكن تطرحوا لو في منتج حابين تشتريه او مش عارفين بالضبط اي منتج تشتريه اتركوا لي تعليق باسم المنتج وراح اعطيكم رابط لشراعه راح نشرح في الفيديو الجاي كيف تفوت على صفحة المنتج وتقرأ تفاصيله يعطيكم الف عافية كان معكم اشرف المدهون اهلا وسهلا فيكم جميعا معكم اشرف المدهون في دورة كيفية الشراع عبر الانترنت اليوم ان شاء الله راح نحكي عن كيف ممكن تقرأ التفاصيل في صفحة المنتج لان لو فتنا على اي منتج من المنتجات اللي وجدناها عشان نتاكد هاي المنتج مناسب لنا ولا لا تضغط ضغط على اسمه تفتح لك صفحة جديدة هنا زي ما انتشايفين هالصفحة فيها صور المنتج هاي صورة كبيرة له في عدة صور على امين الشاشة وهنا في عدة الوان منه هنحكي فيها في موضوع الشراء لكن خلينا نشوف الاسم السعر طبعا السعر 24 ل 35 دولار حسب انت شو بتختار لون مكان شحن اكام الكمية ويظهر لك هنا منتجات شبيهة يوصى بها هنا في عنا قصائم شرائية طبعا ممكن تستخدم قصيمة 3 دولار اي مستخدم جديد بعطوط قصيمة 3 دولار ممكن يستخدمها بين خصمه من سعر المنتج ممكن يخصم لك كمان 2 دولار على كل 15 دولار يعني لو انتشتريت المنتج هذا ممكن تحصل على خصم اجمالي تقريبا 5 دولارات لو كتبنا قبسنا على زر الحصول على القصائم تكبس هنا احصل وهنا احصل هيك تم اضافة هاي القصائم لحسابك طبعا ممكن تخزنها بيديك كمان 2 دولار لو طلباتك زالتها 189 دولار طبعا عندهم مميزات كتير راح نحكي فيها هنا اول خطوة بنشوف الصور تبع المنتج هل هو مناسب إلينا ولا لا اسمه هنا في عنا 71000 تقييم لو نزلنا تحت هاي نظرة عام مع المنتج دعم متعدد اللغات زي مواصفات اساسية بتقرأ المواصفات شوفها مناسبة إليك ولا لا هنا بحيلك لو بدك حاجات إضافية كم تضيف على السعر هنا بحيلك ليش تختار الشركة تبعتهم طبعا زي وصف منتج تصويق والأمور هاي بفرجيك المراجعات تبع المنتج انه كلها مراجعات إيجابية وكل الناس اللي اشتروها نزلوا صورها وكتبوا انه وصلتنا بسرعة والحكاهاي هنا بصور مرة تانية المنتج نفسه عشان يأكدوا لك على جودته زي ما حكيت الموضوع هاي كل مواصفات المنتج بفرجيك بعديها عندنا في نهاية الصفحة الموضوع المهم الموضوع المهم هو تقييمات العملاء عندنا 95% وقيمين 5 نجوم 4% وقيمين 4 نجوم 1% و 3 نجوم طبعا تقييم الإجمالي 4 بين 9 هاي هنا ناس كاتبة كيف كانت تجربتها وشكل الساعة في ايدهم زي ما انتشايفين يعني بصورين الساعة بعد موصلتهم لو كبس على التقييمات السلبية تشوف الوضع هنا بحيثك الباع جيد لكن البضاعة اطلفت في روسيا يعني زي ما انتشايفين وصلها مكسورة بس طبعا هذي حالات عرضية وكونها فقط 1% ما راح تأثر كتير احنا بنحكي عن 71 ألف مراجعة فهذا غالبا بيكون مشكلة من البريد تباحهم بس طبعا لو تلفت او طلع فيها مشاكل عاد بتواصل مع الباع بتصور له صور زي هيك برجع بيبعط لك مرة ثانية نسخة من المنتج تكون ما فيها مشاكل يعني الجماعة متسهلين جدا فهيك احنا عرفنا ان المنتج مناسب لنا شوفنا الريفيوهات اللي عليه المراجعات كلام الناس منيح بيحكوا نوصل بسرعة وبدون اي مشاكل وشوفنا التقييمات السلبية كانت كلها يعني مش بتضرب في المنتج نفسه لا مشكلة في الشحن مشكلة نوصله من المنتج مكسور اما المنتج نفسه يعمل وفي ناس يعني تقريبا 99% أو 95% كاتبين تقييم خمس نجوم من المنتج وصلهم ومبسوطين عليه فبالتالي احنا هيك وجدنا ان المنتج مناسب لنا طبعا ممكن بعض المنتجات تعرض فيديوهات توضح لك آلية عمل المنتج ممكن تحضرها عشان تشوف الآلية هنا لو جيت تطلعوا هونج كونج جولدوي اسم الشركة 99% تقييمها ايجابي عدد المتابعين هيتجاوز 10.000 وزي ما تشايفين تقييم تبحى عالي جدا هنا طبعا هي تقييمات العملاء زي ما حكينا وهي مواصفات المنتج المواصفات العادية اللي هي حالة المواد هل بيحتوى عطتش سكري ولا لا ايش اللغة اللي بيدعمها وهنا منتجات شبيهة التوصيات الباعة لو بدك تشتري منتجات تانية من شركة شاومي طبعا لو نزلت هنا على اليمين سيكون هنا فئات في المتجر نفسه اللي انت بتشتري منه لحاجات تانية زي جولات نوت والامور هاي لكن احنا مش معنيين فيها احنا معنيين فقط في المواصفات اللي حكينا عنها طبعا هنا الالوان المتوفرة من المنتج زي ما تشايفين فيه كذا لون هاي لون اسود بجمع سوار اضافي ولزقتين شاشة طبعا هاي في المواصفات طبعا اذا اخترت هذا الخيار اخترت تشاينا سعر 33 دولار اما لو اخترت الاصدار اللي جلوبال بدون ولا اشي سعر 31 دولار وهنا نسخة الاصدار الصيني 24 دولار فهو فعلا 24 دولار ل 28 دولار ممكن يوصل ل 33 أو 34 دولار عشان يكتبوا من الى وانت مع قصائم شرائية رح نحكي كيف ممكن تستخدمها وهنا زي ما تشايفين شحن مجاني لان احنا فلترنا البحث مع ساب الشحن المجاني هذا كل اشي لازم تقرأه في صفحة المنتج عشان تتأكد اذا المنتج هذا مناسب ولا لا ولا في نصب طبعا المنتج غالب مش هكون في نصب لانه زي ما حكيت 120 أو 150 ألف واحد اشتروه فيعني الموضوع شبه مضمون يعطيك ألف عافية هيك خلصنا صفحة قراءة المنتج ان شاء الله الفيديو جاي رح نحكي كيف نبدأ عملية الشراع ونحط بياناتنا كان معكم أشرف المدهون فريق الهندسة التعليمية أهلا وسهلا فيكم جميعا في درس الجديد من دروس دورة علي إكس بريس والشراء عبر الانترنت اليوم في هذا الدرس رح نحكي كيف نقوم بعملية الشراع خطوة الأولى زي ما حكينا في فيديو السابق هناك تختار المنتج أي منتج من هدول بدأت تشتري لو افترضنا نحن نشتري الإصدار الجلوبل بدون أي إضافات سعره سيكون 31 دولار نختار البلد هناك شحن مجاني الآن نحكي عن موضوع شركات الشحن في عنا كذا شركة شحن عليك سيبري ستاندرد شبينج غالبا هذا بيكون زي نظام شحن حكومي مجاني الدولة بتوفره للشركات عشان تساعدهم على أو تشجحهم لهم بيعوا عبر الانترنت فما بياخدوا مبلغ كبير عليه والشركات بتوفره كشحن مجاني حسب الدولة طبعا هنا بحط لك موعدة تسليم متوقعة تكلفة وهل يمكن تتبع ولا وشو اسم شركة الشحن نحكي عن موضوع حرب التفصيل في موضوع شركات الشحن في فيديو خاص بشركات الشحن لكن أي شركة بتوفر شحن مجاني لو الميزانية عندك قليلة بتمشي الأمور الخطوة الآن لو أنت بتكاشر تشتري الآن ممكن تضيفه إلى العربة وترجع بعدين أو ممكن تضيفه إلى حاجة اسمها وش لست أو قائمة الأمنيات طبعا العربة هي عبارة عن زي سلة مشتريات زي اللي بتكون في مول وبتشري أغراض وبتحطها في عربة عشال في النهاية تروح على الكاشير بتشتري ممكن تشوف كذا منتج تضيفهم إلى العربة بعدها تشتريهم كلهم مرة واحدة أو لو أنت بتكاشر تشتري الآن تحتفظ فيه في قائمة الأمنيات تبعتك بتكبس هنا فبتم تخزين في قائمة الرغبات أو الأمنيات وبعدها بتكبس استمر في التسوق فبتكمل التسوق أو بتضيفه إلى العربة طبعا زي ما تشايفين لو ضغطنا هنا هيك بحيك تم إضافة عنصر جديد إلى العربة التسوق لديك الآن واحد عنصر ورح يبعط لك إيميل للذكرك أنه فيه عنصر تاع الاشتري الآن ممكن تكبس على زر اشتري الآن طبعا زي ما تشايفين هنا فيه هنا 60 يوم لحماية المشتري رح نحكي عن موضوع حماية المشتري في فيديو منفصل لأنه موضوع مهم جدا يعني شركة علي إكس برس بتحميك لفترة 60 يوم فقط بعد هيك لو أنت ما توصلت معها موحكت لو المنتج ما وصلك هتروح عليك الفلوس فبالتالي هذا نقطة مهمة مش لازم يعد الفيديو تبحها غير ما تحضره عشان تتمكن من فهم شو بدك تعمل لو ما وصلك المنتج خلي يعني كبس اشتري الآن ونبدأ نعبي التفاصيل هنا زي ما انت شايفين بطلب مننا الـ Contact Information طبعا لازم تكتب هنا اسمك بتكتب في المفترض أشرف طبعا مش راح أحط بيانات الصحيحة هنا بتكتب اسمك كامل يعني أشرف المدهون هنا بتكتب رقم جوالك نحن لدينا 9.7.2 خمسة بعدها بتكتب الرقم خمسة ستة لو وطنية طبعا لو انت في فلسطين خمسة تسعة لو في جوال لو افترضنا خمسة ستة هذه معناها وطنية رقم لديك تحط ستة أرقام 1.2.3.1.2.3 زي ما انت شايفين هيك هذا الرقم تبعك مهم جدا تكتب الرقم تبعك بصورة صحيحة لو مش عايف كيف تكتبه عادي اكتبه زي ما بتحكي للناس يعني 0.5.9.5 بعدها اكتب الرقم تبعك مثلا انا كان في هاي رقم 05.9.5.3.3.1 هيك عليك سيب رس رح يحط الرقم تبعك على الطرد فبالتالي شركة البريد اللي هتسلم البريد في غزة رح تبعت لك رسالة على الرقم هاد اللي انت حطيته انه وصلك بريد فبالتالي حط رقم انت متأكد انه انت مش راح ترمي شريحته بعد يوم يومين نيجي للأدرس الان بالنسبة للأدرس هو وضوع كتير مؤرق فيفضل تركزه شغية فيه في عنا الستريت ادرس اللي هو اسم الشارع عادي ممكن تكتب الشهداء ستريت طبعا هو مش موضوع حارج جدا اسم الشارع لكن يفضل تكتب اسم شارعك لانه ممكن شركة البريد اللي في غزة تسألك انت في اي شارع ساكن عشان يتأكدوا انه انت صاحب البريد الان فيه هنا اللي هو ال 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 يعني العنوان التاني بيعتبوه هذا ممكن هنا تضيف اي حاجة اللي هو رقم الشقة ورقم البناية او رقم البيت او تكتب اسم العمارة اللي انت فيها مثلا لو انت ساكن في عمارة اسم الشروق تكتب الشروق بلدنج طبعا مش راح يوصل لك على ما هذا مباشر راح يوصل لك على شركة الشحن او شركة البريد اللي في غزة وراح تروح تستلموا انت من الشركة اسمها شركة مرسال لو انت في فلسطين او حسب مكان بلدك هنا زي ما حكنا الدولة وموضوحها انه احنا من فلسطين لكن لو كتبنا فلسطين في منتجات ممكن ما توصلنا فلازم نحط اسم هذا المكان طبعا الولاية او المحافظة ضروري نحط هنا غازا ستريب والمدينة برضو غازا ستريب لان احنا ساكنين في قطاع غزة لو انت ساكن مكان ثاني عادي بدأت تحط اسم المدينة هنا وهنا بالنسبة للرمز البريدي الرمز البريدي في الناس كثيرين تتلخبط فيه فلازم نركز في موضوعه الرمز البريدي لغزة فلسطين 390300 هذا الرمز مهم جدا انكتب بالطريقة هاي شان لو مظبط معهم العنوان يبعطوا على الرمز البريدي هذا هذا اللي هو بوجه المنتج مباشرة عنا الان هيك انا اللي انتبعي جاهز ومتأكد من كل البيانات اللي فيه اهم اشي زي ما حكينا الدولة الرمز البريدي المدينة ورقم الجوال طبعا الاسم مهم برضو لكن في نهاية هما سيبعطولك رسالة على رقم الجوال فيفضل تعبي هالبيانات لمرة واحدة بصورة صحيحة بعدها بتكبس على علامة تعيين كافتراضي خلص انا هاي البيانات بتأكد انه هي صحيحة وبديها تكون بيانات الافتراضية للتوصيل اي منتج بعد هيك عشان ما اتطار كل مرة اعبيها خلصت تعبيها تعمل confirm هيك انت طبعا هانا زي ما نشايفين بيطلب اسم المدينة مرة ثانية خلينا نضيفه من غير الفاصلة هاي غازا ستريب وغازا لو ضغطنا confirm هانا مع النهاية عندي اسم الشارع اسم المدينة غازا غازا اسم الدولة ورقم الرمز البريدي هنا بتختار طرق السلاد هذا الموضوع يعني يطول شرحه لكن لو انت عندك بطاقة فيزا او ماستر كارد البطاقة اللي بيسحب منها من الصراف الالي او الاتم ممكن تستخدمها بتكتب العقام اللي عليها هنا اسم حامل البطاقة تاريخ الانتهاء وفيه ثلاث ارقام في ظهر البطاقة لازم تكتبهم هنا وممكن تعمل حفظ البطاقة على الموقع طبعا هتكون في امان لانه موقع مشهور شركة مشهورة بحيث انه بعدها لا تضطر تحط لبيانات مرة تانية لو ما زبطت معك هاي الطريقة ممكن تروح على اي محل عملات في بلدك وتطلب منه يعمل لك حساب ويب ماني الويب ماني هذا بالضبط زي حساب بانكي هذا الحساب الفكرة منه ايش انه انت بتروح على المحل بتحكي انه بتحط في 100 دولار طبعا بياخده نسبة من المبلغ عشان يعبوا لك فيه فلوس انا بالنسبة لي اسهل طريقة اللي هي طريقة البطاقات ممكن تروح لأي بنك تحكيوا بدعم البطاقة للشراء عبر الانترنت وعمرتها قليلة جدا بتكون تودع في الحساب في البطاقة فلوس بصير تشتري منها براحتك او لو عندك حساب بي بال بس مش كل البيعين بتيحوا خيار الدفع عبر البي بال طبعا فيه موقع تاني اسمه اي باي ممكن تشتري منه من خلال البي بال لكن زي ما حكيت لكم اسهل طريقة اللي هي البطاقات لو انت من فلسطين او من غزة ممكن تروح لبنك فلسطين تحكيوا بدي بطاقة للشراء عبر الانترنت وبتعمل عندهم حساب بنكي مجانا وبتعمل البطاقة وبتودع فيها فلوس وبتبدأ الشراء الآن بعد ما تحط بيانات البطاقة بتكبس على confirm برضو وهنا بتراجع الطلب زي ما تشايفين هنا على الشمال لو انت معك كود عروض هنحكي في مضوع العروض ممكن تحطوه هنا احنا اخذنا كود من علي اكس بريس لان احنا اعملنا حساب جديد خاصمونا 3 دولار من سعر المنتج يعني بدل ما ادفع 31 دولار دفعت 28 دولار تمام هنا ذاكرين لما اخذنا احنا في فيديو صافحة المنتج اخذنا كمان قصيمة ب 2 دولار هنا بيحكي لك انه ما بينفع تستخدم القصمتين في نفس الوقت فاستخدمت هنا القصيمة تابعة 3 دولار زي ما تشايفين فهيك احنا اتمكننا من تجهيز الطلب وكل علينا بعد ما عبينا العنوان وبيانات البطاقة البنكية ورجعنا الطلب اتاكدنا 100% وبدنا حبة واحدة والخيار طبعا هو هذا بعمل اجراء عملية الطلب وبالتالي رح يخصم من البطاقة لفلوس ويبعث لك انه عملية الطلب بدأ طبعا هفرجيكم صفحة اللي هي تتبع الطلب ونوصل بالضبط في فيديو منفصل لكن هذا كان كل اشي بخصوص كيف تشتري المنتج لو في عندكم مشكلة في العنوان او مشكلة في البطاقة او في طرق الدفع اتركوا تعليق ورح اجاوب على اي استفسار عندكم يعطيكم الف عافية كان معكم اشرف المدهون في فريق الهندسة التعليمية اهلا وسهلا فيكم جميعا الان انا اشتريت المنتج وبيدي اشوف المنتجة اللي انا اشتريت وين بالضبط صار مكانه او كيف اتتبعه بتروح هنا على قائمة الحساب وعلى قسم الطلبيات الخاصة به وهنا زي ما تشايفين في عندنا هاي المنتج اللي انا طلبته طبعا طلبنا حبتين من ساعة مي باند فور وهنا في عندي خيارات كتير زي ما تشايفين فخلينا بس نغير اللغة طبعا هنا غيرناها العربية اه نطلع في الصفحة الخاصة بالمنتج هاي الصفحة هاي الصفحة بيعرض لك فيها كل الطلبات تبعتك هنا لو في طلبات صار فيها مشاكل بيعرض لك اياها لو حذف الطلب بيعرض لك اياها هنا شو في عندك كوبونات بيعرضها هنا خلينا نركز في الطلب هال طبعا هنا مكتوب انه طلبك هيسكره كمان خمسين يوم شو يعني؟ يعني بعد خمسين يوم مش راح تقدر تفتح نزاع هذي open dispute لفتح نزاع فتح نزاع معناها انه انت بتحكي على اكس بريس لانا المنتج اللي بعده التاجر هذا ما وصلني طبعا اذا ما وصلك على اكس بريس هنا راح تبعت للتاجر فالتاجر مفترض نيوضح لها ليش ما وصل لها حتى الان ولو اقنحهم ممكن يمددوا فترة الخمسين يوم هاي لكمان خمسين يوم لو ما اقنحهم يرجعوا لك فلوسك تمام طبعا هنحكي في موضوع open dispute كيفية تفتح نزاع لكن خلينا نشوف بس صفحة المنتج في هالفيديو الآن زي ما حكينا awaiting delivery يعني لسه بستنى يوصل في هنا حاجات تانية closed يعني طلب مغلق finished يعني خلاص استلمناها وتمام الامور لو بدي اعمل tracking هنا طبعا order amount هنا ممكن تتواصل مع التاجر مباشرة تسأل وين صار المنتج هنا ممكن تشوف المتجر اللي اشتريت منه كيف فضع هنا بالضبط يوم شون طلب المنتج يوم 18 10 2019 هنا الorder ID ممكن تشوف الID تبع الorder ونتستعرض ال details طبعا زي ما حكيت ممكن تعمل track للorder لو كبسنا على track order من هنا راح يطلع لي هنا شو وضع سيطلع لي صفحة فيها tracking هنا بيحكي لك انه غادر بلد المنشأ اللي هو غادر الصين ومتوجه هنا حيث الدولة اللي انا حطيتها في العنوان اول خطوة تم ارسال الشحنة توجد الشحنة في مخزن بلد المنشأ غادرت الشحنة مخزن بلد المنشأ تم قبول الشحنة من قبل شركة النقل الجوي وغادرت الشحنة المكان الان هاي عنا صور الشحنة جاهزة لارسال غادرت الان في الطيارة هي لما توصل هيحكي لك وصلة بلد الوجهة لما تأكد انت الاستلام هيتلون كلمة نجح التسليم هنا والامور تبعتك راح تكون طيبة وبدون اي مشاكل هيك انا بتتبع شو احنا تبعته طبعا لو رجعنا على الصفحة مرة تانية زي ما حكيت اوتنج ديليفر يعني بتستنى موبايل اوردر معناها انطلبت عن طريق الموبايل يعني طلبت انا من تطبيق عليك سيبرس على الجوال مش عن طريق الموقع طبعا ممكن اذا وصلك لمنتج تك بس على معناها ان انا بأكد استلام من المنتج تبعي هنا لو بدي افتح نزاع لو صارت مشاكل او وصل للمنتج فيه مشكلة او بدي امدد فترة الحماية وهنا زي ما انت شايفين فول ريفوند اذا يعني بيرجع لك الفلوس اذا ما استلامتوش خلال ستين يوم وهنا يقبل اعادة المنتج لو كان فيه مشكلة او مش حسب الوصف الموجود على الموقع هذا كل شيء فيه كيفية تتبع او كيفية قراءة صفحة الطلب راح نحكي في فيديو ونفصل الان عن كيفية فتح نزاع وكيف امدد فترة حماية المنتج وشو هي فترة حماية المنتج يعطيك الف عافية انا معكم اشرف المدهون من فريق الهندساء التعليمية اهلا وسهلا فيكو في فيديو انا بعتبره من اهم فيديوهات الدورة الخاصة بالشراء من علي اكسي بريس لانه فيها الفيديو راح نحكي عن موضوع فتح نزاع وفترة حماية المنتج الان اول حاجة فترة حماية المنتج اي منتج لما تيجي تشتري علي اكسي بريس بيحكي لك معاك ستين يوم من تاريخ الدفع ووضع طلب الشراء فترة ستين يوم هذه علي اكسي بريس موقع علي اكسي بريس راح يغطوك فيها بحيث انه لو ما وصلك المنتج لو وصلك المنتج وكان معطوب او صار مشكلة بينك وبين البائع ممكن تتوجه للصفحة الخاصة بالمنتج اللي شرحنا كيف ممكن توصلها من هنا او طلبياتي وهنا بتيجي على المنتج تبعك طبعا لو كبس على اوبن ديسبيوت راح تفتح نزاع مع التاجر عن طريق علي اكسي بريس ايش الخطوة تبعت اوبن ديسبيوت او فتح نزاع هاد الخطوة معناها انه انت زي بتقدم شكوى اللي علي اكسي بريس تحييلهم مار تقريبا خمسين يوم والمنتج ما وصلني وضايل عشرة ايام فترة حماية المنتج لان انا بانصح لنحط منبه يعني هنا مكتوب عندي خمسين يوم فلازم انا بعد خمسة واربين يوم مش خمسين يوم يعني اليوم واحد تلاتين عشرة يعني تقريبا في نصف شهر اتناعش احط منبه واكتب على المنبه علي اكسي بريس مي باند فباجع على الصفحة هاي بشوف انه ضايل خمس ايام your order will be closed in five days اذا عملوا له auto close يعني اذا انت ما كنتش منبه للموضوع وعدوا الخمسين يوم الorder على اكسي بريس هتعتبره خلاص وصلك لانه انت يعني ما نروا خمسين يوم وما توصلتش معهم ولا توصلت مع البائع فبالتالي غالبا order وصلك فبيعملوا حاجة بسموها auto confirmation اللي هي تأكيد تلقائي لاستلام المنتج بسبب انتهاء فترة اللي هي حماية المنتج الستين يوم فانا طالبه الى عشر ايام ضليلي خمسين يوم فترة حماية المنتج فانا شو اللي بعمله بعد خمسة عربين يوم لو ما وصلني المنتج ما بفتح نزاع بروح بك بسعى الزر هذا contact seller او اتصل بالبائع هيحاولك على صفحة زي هاي صفحة مسيجات كل اللي عليك تكتبه طبعا البائع اللي لازم تكتب تتواصل معها بلغة الانجليزية بدنا نحكي للبائع نفترض الآن انه مرت فترة خمسة واربعين يوم وضائل خمس ايام فترة حماية المنتج اللي هي هاي الفترة يعني كتب لي هنا 5 days your order will be closed in 5 days يعني طلبك حيسكره بعد خمس ايام باجع صفحة التواصل مع البائع وبكتب له بالحرف الواحد هنا في خانة الكتابة please extend purchase protection period add another for 40 days I didn't get the order yet شو معنى الحكي هذا هذا الحكي معناها ان انا بطلب منه يزود فترة حماية المنتج يضفي لها كمان 40 يوم لانه انا الطلب لسه ما وصلنا طبعا هو هيكون متشجع للموضوع لانه هو مش معني يعني تفتح معاني زاعة وتفوت في مشكلة معظم البائعين بحاولوا قدر الامكان يعني يفرجوا المشتري انه هم متعاونين احنا كتبنا please extend purchase protection period يعني ارجوك قم بزيارة فترة حماية المنتج اضيف لك كمان 40 يوم لانه انا ما وصلنيش الطلب طبعا بكل عليك تكبس انتر انا مش هكبس لانه لسه ضيل في فترة طويلة عندي بس بتكتب الجملة هاي ومجرد ما تكتبها هيرد عليك وحيوصلك الرد برضو على الايميل انه انا زودت الفترة طبعا بعد ما يزودها 40 يوم لو كان عندها خمس ايام هتيجي هنا هتشوف انه your order will be closed in 45 days بدل خمس ايام لانه اضاف لي 40 يوم طيب نفترض انه بعدت رسالة زي هيك ومر يوم يومين ثلاثة ضاي اليوم فقط فترة حماية المنتج والتاجر ما رد علي وما زود فترة حماية المنتج هالي حكي معناه انه لو صبرت اكتر من هيك انا راح انظر وحيروح علي فلوسي فلازم في المرحلة هايش اعمال اضغط على open dispute اللي هي فتح نزاع فهتحول لصفحة فتح النزاع هاي هنا بيحكي لك انه طلبك انه افترض يوصل ما بين 20 ل 60 يوم اذا طلبك ما وصل من هنا ل 19-12 ممكن تطلب استعالة اموالك اذا بدك تزيد فترة حماية المنتج شايفين هنا برضو click here يعني بيحكي لك ما تفتح نزاع طول استعالة 19-12 هاي معناه السطر الاول اذا ما وصل لك ممكن تطلب استعالة اموالك وننصح انك تزيد فترة حماية المنتج عن طريق الضغط هنا هنا فيه فورم برضو هما جهزوا عشان يسهلوا عليك تطلب زيارة فترة حماية المنتج هنا بتحطها كم من يوم بدك تزيد احنا هكينا على اقل 40 يوم وتعمل confirm فهيك ربي بعد الرسالة للتاجر انه زود فترة حماية المنتج 40 يوم تمام؟ طب لو الحلين هذول انا جربتهم وزود فترة حماية المنتج برضو ما وصل وعدت الفترة وضاي اليوم يومين بيحكي لك هنا اذا لسه انت مصير اكبس Open Dispute او اضغط على بدق نزاع طبعا لما اضغط على بدق نزاع يقول لك وكونه معداش فترة طويلة على طلب المنتج يعني ما لاحقش يوصل ولا لاحق يطلع يعني مالوش عشر ايام بيحكي استنى شوية بعدها يفتح نزاع طبعا عشان المنتج طالبه جديد مش هيرضى يفتح نزاع فبالتالي لما تكبس افتح نزاع حيطلع لقائمة عبيها تحط له انه ليش انت بدك تفتح نزاع لان المنتج ما وصلك فترة حماية المنتج قاعدة بتنتهي وانت ممكن حاجك يضيع والامور هاي طبعا خلينا اشوف بس حاجة تانية هاي هنا انا منتج طالبه صار لي من 21 تسعة ممكن نفتح Dispute هنا بيحكي لك نفس الاشي استنى الى 22.11 اذا ما وصلك يا عم يفتح نزاع الوقت المتوقع مع بين دسعة وعشرين وخمسين يوم عشان يوصل فاصبر بدك تأكد انه وصلك اكد او افتح نزاع طبعا هناك بس تفتح نزاع خلينا نشوف القائمة الواجهة كيف شكلها هنا بيحكي لك النزاع شو بدك من وراه بدك ما وظلتك refund only او ريتيرن goods اذا المنتج وصلك وفي مشكلة بدك تفتح نزاع قاتل للبيع بحيك هل بدك ترجع المنتج للبيع يعني أنت وصلك والكواليتي تبعت وطلعت مش تمام فإذا في خيار أنك تقدر ترجع المنتج ممكن يترجعه ممكن يدفعه البائع سعر اللي هو الشحن لكن هذا الخيار ما بفضله نهائي أنا لأنه مشاكله كثيرة اختار refund only لو ما وصلك المنتج عساس ترجع لك فلوسك لو اخترت refund only هنا زي ما انت شايفين بيطلب أنك تعبل بيانات هذه بدك تعمل apply to refund بيقولك هل استلمت المنتج تحقيله نو ما استلمتوش ليش انت بطالب refund بتحقيله مشكلة التعاقب أنا مش قادر التعاقب بالمنتج وانتهت مهلة حماية الشراء لكن شو احنا لازلت في النقل يعني مهلة حماية المنتج بتنتهي والمنتج لسه ما وصل لني بيقولك أنا حط الأمام كدهش بدك ترجع من الفلوس طبعا هنا المبلغ كامل على 6.9 دولار لأننا طالب 23 في 0.3 ممكن تكتب له هنا بيانات باللغة العربية والانجليزية طبعا لو انت المنتج مكسور جاك أو في مشاكل ممكن تعمل إضافة لفيديو توضح الاشي هذا أو تضيف صور توضح المشكلة اللي في المنتج بعدها بتعمل submit يعني form خفيف نضيف بس عليك تعبيه طب لو بدك تعمل return طبعا هنا زي ما انت شايفين لازم يكون البائع نفسه بيقبل انك ترجع وبعدها بتعبي نفس البيانات المبلغ ليش بدك ترجع فلوسك وهنا بتحكيله ان فترة حماية المنتج بتمر وعالفاضي انا ما استلمت المنتج تبعي فبالتالي هيك احنا ممكن نعبي طلب النزاع بس انا طبعا برضو مش هعبي طلب النزاع لانا لسه في فترة في المنتج زي ما حكيت لازم تحكم ونبيه تيجي هنا على اي منتج من المنتجات مثلا هاي المنتج هال لو جيت انا عليه نشح صفحة المنتج لها لو جيت على المنتج نفسه وعملت track هنا زي ما انت شايفين هاي اللي tracking بحكي انه غادرت بلد المنتجة بس لسه ما وصلتش تمام لو رجعنا لورا شوية وجيت هنا على الطلب نفسه order id رخم الطلب لو كبست على view detail هيوضح لي التفاصيل طبعا في الصفحة هادي بيتضيح لي بالضبط انه انا لازم استنى لحد 22-11 هل حكي معناه انه انا لازم اروح على الكالندر تبعتي هاي عندي شهر عشرة بنزل على شهر 11 وبروح وين يوم 22 هاي بروح يوم 18 بحط منبه يعني بضيف هنا انه بدي يوم 18 على الكالندر يظهر لتنبيه او بروح على الجوال على الكالندر اللي في الجوال بحط تنبيه هنا يوم 18-11 عليكس بريس او بروح على الكس بريس او بعمل اكستيند باكبس هنا زي ما انت شايفين بروح على المنتج تبعي اما بتواصل مع البائع مباشرة او بعمل او بعمل او بطلب تمديد فترة حماية المنتج من هنا او بعمل اكستيند باير بروتكشن بتكبس هنا بتحكيله بدي تضيف لكمان 30 يوم بتعمل كونفيرم طبعا هنا ريكوست هاس بين سنت اوت يعني هيك بيبعثوا هما للبائع رسالة بيحكولوا برشاز بروتكشن از رانين اوت يعني فترة حماية المنتج بتنتهي ويفضل ان المشتري طلب انك تضيف لكمان 20 يوم فترة حماية المنتج فطبعا راح يضيف لك 20 يوم لانه الرسالة وصلت من عليكس بريس مباشرة وهيك انت بتثبت لعليكس بريس انه انت معني في المنتج مش انت جاي بس تعمل ريفوند طبعا لو ضلتك تطلب طلبات تعمل ريفوند كتير هذا الاشيه هيأثر سلبا على حسابك في عليكس بريس ممكن يمنعوك تشتري نهائي لو لاحظوا انه في عمليات نصب واحتيال بتتم من طرفك هذا كان كل اشيه يعطيكم الف عافية وبتمنى تكونوا استفدتوا من هالشرح لو عندكم اي استفسار ممكنكم تطرحوا في التعليقات موسيقى 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 موسيقى